عزيزي المتداول لو كنت بتشوف الفيديو ده لأول مرة فاحنا بنتكلم عن زوايا تسمى زوايا جان وهي طريقة استنتجها المليونير الشهير ويليام ديلبرت جان وجنى من ورائها أموالا طائلة لكن هذه الاستراتيجية يحيطها كثير من الغموض ولها سر معين لم يفصح عنه جان حتى لأقرب الناس إليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين معكم مستر محمد السيد السلموني أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سلموني تريدينج شانل مع كورس كشف وموض زوايا جان عنوان محاضرة اليوم إيجاد محيط ومساحة الدائرة الكبرى للكرة الأرضية وحجم ومساحة الكرة الأرضية مدئيا وقبل البدء في المحاضرة عزيزي المتداول لو كنت بتشوف الفيديو ده لأول مرة فاحنا بنتكلم عن زوايا تسمى زوايا جان وهي طريقة استنتجها المليونير الشهير وليام ديلبرت جان وجنى من ورائها أموالا طائلة لكن هذه الاستراتيجية يحيطها كثير من الغموض ولها سر معين لم يفصح عنه جان حتى لأقرب الناس إليه هذه الطريقة تعتمد على ثلاث محاور الأول باستخدام الرياضيات والفيزياء الثاني باستخدام علم الفلك الثالث هو ربط الزوايا في الرياضيات بعلم الفلك مع السعر والدخول في الصفقات في الزمان والمكان المناسبين من أجل صفقات رابحة وما نفعله الآن هو شرح الأساس الرياضي الذي بنى عليه جان نظريته واستراتيجيته ثم سوف نشرح إن شاء الله الجانب الفيزيائي لهذه الاستراتيجيات أما علم الفلك فسوف نخصص له إن شاء الله كرسي كامل خاص به ثم بعد ذلك سنحاول الربط بين كل هذه الأمور العلمية الرياضية والفيزيائية والفلكية للحصول على استراتيجية معينة صحيحة مثل التي كان يسير عليها وليم جان تماما نسألكم الدعاء بالتوفيق والسداد من عند الله سبحانه وتعالى كنا في حلقتين سابقتين في نفس هذه السلسلة قد تكلمنا عن مفاهيم رياضية مهمة جدا يفضل أن نرجع إليها مثل تعريف الزوايا وكيفية قياسها وكيف تقرأ وأنواع الزوايا ثم تكلمنا عن الدائرة السطحية للكرة الأرضية وعرفنا كيف ولماذا تم تقسمها إلى 360 درجة واليوم نواصل الكلام عن مساحة ومحيط الدائرة السطحية للكرة الأرضية وعن حجم ومساحة الكرة الأرضية في الشكل الذي أمامي من اليسار إلى اليمين رقم 1 محيط الدائرة بيساوي 2 باي أر رقم 2 مساحة الدائرة باي أر سكوير رقم 3 مساحة الكرة أربعة باي أر سكوير رقم 4 حجم الكرة أربعة لتلاتة باي أر أس تلاتة طيب لو جينا ناخد القوانين دي باللغة العربية محيط الدائرة بيساوي 2 باي نق الباي دي النسبة التقربية اللي هي بتساوي محيط الدائرة على طول القطر اللي بتساوي 22 على 7 أو 3 و 14 من 100 لو كان عندي طول نص قطر للكرة الأرضية 6370 و 98 من 100 كيلو متر كده ممكن أحسب محيط الدائرة وكمان ممكن أحسب مساحة سطحة هذه الدائرة من القانون اللي بيقول إن مساحة الدائرة بتساوي باي نقص 2 يعني باي في نص القطر مضروف نفسه مرتين يعني باي في نق في نق هعوض بقيمة الباي وبنص القطر على طول أحصل على المساحة أما قانون مساحة الكرة فهو 4 باي نق قس 2 يعني 4 باي في نص القطر مضروف في نفسه مرتين عندي الطه اللي هي الباي اللي هي بتساوي 22 على 7 أو 13 و 14 من 100 تقريبا أعوض أقدر أجيب المساحة الكلية للكرة الأرضية ولو عايز أحصل على حجم الكرة الأرضية أعوض على طول في القانون اللي بيقول إن حجم الكرة الأرضية بيساوي 4 على 3 باي نق قس 3 يعني 4 على 3 في 22 على 7 اللي هي قيمة الباي في نق قس 3 اللي هو نص القطر مضروف في نفسه 3 مرات أحصل كده على حجم الكرة الأرضية وهنا ممكن نسأل سؤال ما هي علاقة كل زوية من زوايا سطح الكرة أو ما يعرف بدائرة الوحدة بطول القوس المقابل لها أو بمعنى أدق ما هو القياس الستيني والقياس الدائري وما هي العلاقة بينهما هذا ما سوف نعرفه في المحاضرة القادمة كان معكم مستر محمد السيد السلموني كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحل الفني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال وأذكركم وأذكر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب وفضل التوكل على الله قال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تبدو خماصا وتروح بطانا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة